بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم معاكم اشرف رمضان ان شاء الله في الفيديو ده هقول الفرق بين STC والNOCT ده عبارة عن ايه ده عبارة عن اختبارات قياسية بتتم على الالواح الشمسية عشان نقدر نميز بين الالواح وبين القدرات المختلفة اللي بتطلع من الالواح ونقدر نشوف اللوح ده لما نحطه فيه ظروف مختلفة بيطلع عندي كفاءته وبيطلع عندي الباور اللي بتنتج منه كام يبقى هو ده عبارة عن فحص معياري مثالي بيعطي فيه اللوح الشمسي اقصى ما يمكن من انتاجية ده يبقى هيختلف حسب الظروف اللي انا هعمل لها محاكاة كلمة محاكاة دي من كلمات المهمة جدا بعمل simulation محاكاة المحاكاة دي بتتم على شوية برامترز البرامترز دي قيامها بتختلف حسب بقى الاختبار اللي هو الطيب تعالى نبدأ نشوف يعني ايه الطيب 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 بيتم عندي تحت تلات حالات انا بشتغل عليهم. اول حاجة بعمل محاكاة للوح الشمسي ان اللوح الشمسي ده يا شباب معرض لي شدة اشعاع تمام مقدرها الف وات على المتر المربع. وان اللوح ده موجود في جو في ظروف صفية وموجه بافضل وضع للاتجاه الخاص بالشمس. افضل وضع للاتجاه في الشمس. يبقى هو عبارة عن الاجعاع الشمسي لما يكون قيمته الالف ودي بتحصل لما يكون الجو صافي في احسن درجات التوجيه. طيب بالنسبة لدرجة الحرارة اللي بيتم عندها هذا الاختبار هي خمسة وعشرين درجة مقوية. يبقى الاختبار ده بيتم بيعمل محاكاة للوح تمام ان اللوح ده بيدخل في درجة حرارة تمام بتكون خمسة وعشرين درجة مقوية. طيب البرامتر التالت اللي هو ال اير ماس او ال اي ام بيكون بواحد ونص وشوفنا في فيديو قبل كده القيم المختلفة لل اير ماس وقلنا افضل توجيه عند زاوية ميل معينة مع طبقات الجو المختلفة لقينا الوضع بتاعي الاختبار بتاعنا اللي هو كام يا شباب اللي هو واحد ونص. يبقى في حالة الا ام بتساوي واحد ونص الا ام الاير ماس بتساوي واحد ونص. ودرجة الحرارة بتساوي خمسة وعشرين درجة مقوية والاردانس بيساوي الف واط على المتر المربع. طيب عايزين نبدأ نعرف ايه هي الان او سي تي. الان او سي تي. نومينال اوبريتنج سيل تيمبريتشر. نومينال اوبريتنج سيل تيمبريتشر. ده اختبار برضو بيتم على الالواح الشمسية. بس انا بقول انا بقول ان الاختبار ده اقصر واقعية من الاس تي سي شوية. ليه? لان الاختبار ده بيتم عند درجة حرارة خمسة واربعين درجة او ستة واربعين درجة. وبلاس مينوس درجتين او تلاتة. فالنومينال بتاعه تمام بيتم عند خمسة واربعين درجة. وده بيبقى اكسر واقعية في حالات الاختبارات. لان طبعا اللوح بيتعرض لدرجات حرارة بتبقى عالية شوية. والباس بار داخليا والسل كمان. فبتسخن المكونات الخاصة باللوح. فالاختبار ده بيكون اكسر واقعية من الاس تي سي. لانه بيتم عند درجة حرارة كام? خمسة واربعين درجة. بلاس مينوس درجتين او تلات درجات. والارديانس بيكون عند تمنمية وات على المتر المربع. والايرماس بيكون نفس حالة الاستسيب واحد ونص. وهنا بنكون اكسر واقعية بتكون الويندس بيت او سرعة الرياح واحد متر على الثانية. وفي الداتا شيت اللي شايفينها قدامنا دي من شركة جينكو. هنبدأ نشوف ادي في عندي لوح معين اللي هو الاسوان. الاسوان ده هنبدأ نشوف ان الاوتبوت اللي بتطلع منه في حالة الاستي سي بقيم. وفي حالة الان او سي تي بقيم تانية. لو احنا ملاحظين في حالة الان او سي تي بتكون القيم او الواتجس اللي بتطلع في هذا الاختبار بتكون اقل. لانها بتبقى محطوطة. ومعمول لها محاكاة سيميوليشن عند درجة حرارة. عند درجة حرارة تقريبا 45. وال45 دي بتكون اكسر واقعية للظروف اللي احنا بنشتغل عليها في السايت او في الارض بتاعة الواقع اللي بنركب فيها الالواح. وبالتالي يبقى احنا اعرفنا في الفيديو ده الفرق بين الاستي سي والان او سي تي. وهما عبارة عن اختبارات بتتم على الالواح الشمسية تحت ظروف مختلفة. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بالطاقة الشمسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.